ومن هؤلاء المفسدين سائلة تقول أنا زوجة رومانسية الله الله يبارك زوجة رومانسية جدا أنا نعم أنا زوجة رومانسية جدا وعاطفية جدا حساسة حالمة الله يبارك الله 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 بدأت الطيار حالمة أتلهف للكلمة الرقيقة الحلوة مشكلتي في زوجي الذي لا ينطق أبدا بكلمات الحب الله غالب أربي أعطيك صندوق مغلوق مشكلتي في زوجي الذي لا ينطق أبدا بكلمات الحب بل لا يعترف بحقي في الحب فهو لا يتكلم أبدا هذه راهي مشكلة موجودة في رأس كثير من النساء خاصة النساء ليكبروا على أفلام ماصر وعلى الأفلام البرازيلية المترجمة وزادوا لكم الأفلام التركية يعني هذا الحب هذا مشي يعني مليح لك أن ينطق بها الرجل ولكن مشي لازم يكون بالنطق فقط قادر الزوج يعبر لك على الحب مشي لازم بكلمة أحبك يا زوجتي قادر طيب له طياب يقول ما شاء الله هذا طياب بنين سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول لي عائشة وريلي وش ملجيها شرفته الماء وش ملجيها كيتشرف الكاس وش ملجيها يقولها باش نشرف من هذا كل مكان شوف يعني ها حب دوك راجلك كي يقول لك طيابك مليح ولك شمخي يطيلو حاجة ما شاء الله بارك الله فيك كي يمتحك هذا قاعد حب مشي نازم أحبك 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 واو يعبر لك كي يجيب لك القفة ويحطها لك قدام رجليك هذا مشي حب كي يخرج على ستاة صباح في الظلمة مسكين ما على بالوش ولي ولي ولا لا لا هذا مشي حب كي يدخل ثمانية ونص تعليل دار ولا لحداش تعليل نهارك كامل هو يجبد دعلاه يجبد لو كان جاد فرعه ما يخدمه أشقع أباش يخدم معليك ويسقك ويجيب لك ويعطيك والحمد لله يخلص لك تحميمه هذه هدية ليمك هذه هدية لأختك أنا راح العست أخوي يشير لك حاجة يجيب لك هذا هو الحب وانتي أكت سنة ودائما لازم الحب على الطريقة المصرية أحبك 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 ومن بعد نهار يشوف مرته واحد يخطف له فيها والله غريخة في الدخل وانتي يا رجلك واقعي لعمر ما قال لك كلمة أحبك ولكن كسبع كسبع وكاني شعر منك تتقاسع يحط دم عليك هذا قام شيء أحبك الله يهديك يا مره الله يهديك أنا زوجة رومانسية جدا وعاطفية جدا حساسة حالما أتلهف للكلمة الرقيقة الحلوى مشكلة في زوج الذي لا ينطق أبدا بكلمات الحب بل لا يعترف بحق في الحب فهو لا يتكلم أبدا وكأنه أبكم وإذا نطق يقول لي لا يكلف الله نفسا إلا وسعها آه الله غالب هذا أشكاين لا يكلف الله نفسا إلا وسعها والله لو لا خوف من الله تعالى لتعلقت بأي رجل يسمعني كلمات الحب شفتي كيف في البدية كنت على حق آه ودخلك الشيطان زعم يالي رجلك ما قال لكش أحبك نفسك يتوسوس لك شفتي واش قلتي والله لو لا خوف من الله تعالى لتعلقت بأي رجل يسمعني كلمات الحب ولولا أولادي لفارقته انصحني ماذا أفعل يا سيدي وربي وعلى أخلق الصبر لنفترض أنك في مصيبة ورجلك ما قال لكش أحبك ولكنك تقول لي ما وش رجل تعمل خديرات ما وش رجل سراق ما وش رجل منافق ما وش رجل ديوت رجل يحترمك ويغير على أهله وكي تقول له انتي على ما تقول ليش أحبك أحبك كما تحبينتي خاطر ش انتي لو كان يقول هلك عشرة مرات في النهار تقول لي على ما قال ليش خمسين مرة يقول هلك خمسين مرة على ما قال ليش ألف مرة يقول هلك ألف مرة وعلى ما قال ليش ألف المرة وفالمرأة لا تشبع من كلمة الحب والإعجاب رجلك قال لك لا يكلف الله نفسا إلا وسعها جاك الشيطان وسوس لك باللي تقول لي والله لو لا خوف في من الله تعالى لتعلقت بأي رجل يسمعني كلمة الحب اسمع واش نقول لك لا خير في حب من بعده النار لا خير في حب من بعده النار خمي أقدنتي واش ندري بكلمة حب ورائها جهنم حسبنا الله ونعم الوكيل اسمعي إلى قول الله جل جلاله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إن لله وإن إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم الرحمة وأولئك هم المهتدون ولكن كذلك ننصح الأزواج الزوجة اسمعبرت زوجته بشيري بكلمة أحبك جيد قلها أحبك ولكن كلمة طيبة كلمة لإعجاب يعني يقوم بها يداويها يحب أهلها يكرمهم لما تجيين معها يستقبلها هذا قاحوا بالجزائر يعبر بالحب بتاعوا في كل مناحي الحياة في كل مناحي الحياة هذا هو التعبير عن الحب أنتوما يحبين غير أحبك مفلام ماصر الله يهديكم الله يهديكم موسيقى موسيقى